اسم الدرس جلسة سمر الجو جميل وأنسام المساء رقيقة خرجت الأسرة لتقضي وقتا على رمال الشاطئ الذهبية تحت نور القمر الرطيب جلس الأب والأم وانطلق حمزة وسلمة يلعبان في مرح وانشراح وعندما عاد فتحت قوارير المشروبات وقدمت مأكولات أعدت للغرض ثم جلسوا جميعا يتسامرون قال حمزة أبي احكي لنا حكاية طريفة وقالت الأم هيا نتداول على رواية الحكايات فقالت سلمة عندي ملحة عن جحة قرأتها في مجلة اشترى جحة عشرة أحمرة وركب واحدا منها ثم عدها فوجد تسعة دهش جحة فنزل وعدها ثانية فوجد عشرة فقال أمشي وأكسب حمارا أحسن من أن أركب وأخسر حمارا ضحك الجميع وتدخل حمزة قائلا عندي ملحة عن طفل ثرثار فقال له أبوه لك جائزة كبيرة إن صبرت ربع ساعة دون أن تتلفظ بكلمة واحدة قبل حمزة الرهان وجلس قبالتهم لا ينبس بكلمة فأكثر عليه الأسئلة لكنه لم ينطق لما بقيت دقيقة واحدة صاحت أخته في وجهه هل أصابك الخرس يا حمزة؟ ودون أن يتفطن إلى حيلتها قال انتظري حتى آخذ الجائزة ثم عظى إسبعه ضحك الأب ضحكت الأم وصفقت سلمة وصفق حمزة معها وتواصلت السهرة يسودها الحبور واتفقوا على الخروج كل نهاية أسبوع عاد أفراد العائلة إلى المنزل يشعرون براحة البال وناموا نوما هادئا مليئا بالأحلام الجميلة الممتعة أولا اكتشف وأفهم أولا أروي أحداث النص كما أتصورها مستعينا بالعنوان والصورة والمقطع الموالي عاد أفراد العائلة إلى المنزل يشعرون براحة البال وناموا نوما هادئا مليئا بالأحلام الجميلة الممتعة الإجابة في نهاية الأسبوع خرج أفراد العائلة في نزهة لقضاء أمسية رائعة على رمال الشاطئ وبعد مضي وقت من اللعب واللهو اجتمع كل من الأب والأم وبقية الأفراد على سفرة نصب عليها ما لذ وطاب من المأكولات التي أعدت خصيصا لهذه الأمسية حيث تداول إثرها الجميع على الحديث والسمر لوقت مطول اتسمت أجواؤه بالبهجة والحبور وفي النهاية عاد أفراد العائلة إلى المنزل يشعرون براحة البال وناموا نوما هادئا مليئا بالأحلام الجميلة الممتعة ثانيا أقرأ النص وأتعرف الجمل التي تتعلق به خرجت الأسرة لتقضي وقتا في الغابة تواصلت السهرة يسودها الحبور قدمت مأكولات أعدت للغرض ثم جلس أفراد الأسرة يتسامرون الإجابة الجمل التي تتعلق بالنص هي تواصلت السهرة يسودها الحبور قدمت مأكولات أعدت للغرض ثم جلس أفراد الأسرة يتسامرون ثالثا ألف أبحث في النص عن مفردات تفيد المعاني الآتية كثير الكلام أربح أو أغنم الإجابة كثير الكلام يساوي ثرثار أربح أو أغنم يساوي آخذ باء أعيد كتابة ما يأتي معوضا ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه جلسة سمر أصابه الخرس يسودها الحبور الإجابة جلسة سمر تساوي جلسة تحت نور القمر الرطيب أصابه الخرس يساوي أصابه الصمت يسودها الحبور يساوي يسودها الفرح والسرور ثانيا أعمق فهمي رابعا أرتب الجمل الآتية حسب ورودها في النص ضحك الأب وضحكت الأم خرج أفراد العائلة ليرفهوا عن أنفسهم نام أفراد العائلة نوماً هادئاً روت سلمة ملحة الإجابة خرج أفراد العائلة ليرفهوا عن أنفسهم روت سلمة ملحة ضحك الأب وضحكت الأم نام أفراد العائلة نوماً هادئاً خامساً عظ حمزة إصبعه لأنه خسر الرهان سادساً أكتب اسم الشخصية التي قامت بكل عمل من الأعمال الآتية الجلوس على الرمال سرد ملحة عنجحة اللعب على الرمال ركوب الحمار الإجابة الجلوس على الرمال الأب والأم سرد ملحة عنجحة سلمة اللعب على الرمال سلمة وحمزة ركوب الحمار جحة سابعاً هل استمتع أفراد العائلة أثناء هذه الجلسة؟ أستخرج من النص ما يؤيد إجابتي؟ الإجابة نعم استمتع أفراد العائلة أثناء هذه الجلسة القرائن الدالة على ذلك؟ وتواصلت السهرة يسودها الحبور واتفقوا على الخروج كل نهاية أسبوع عاد أفراد العائلة إلى المنزل يشعرون براحة البال وناموا نوماً هادئاً مليئاً بالأحلام الجميلة الممتعة ثامناً أين دارت أحداث هذا النص؟ ومتى؟ أستخرج ما يؤيد إجابتي أستخرج ما يؤيد إجابتي الإجابة دارت أحداث النص على رمال الشاطئ في المساء القرائن الدالة على ذلك؟ الجو جميل وأنسام المساء رقيقة خرجت الأسرة لتقضي وقتاً على رمال الشاطئ الذهبية تحت نور القمر الرطيب تاسعاً هل استطاع حمزة أن يصمت مدة ربع ساعة؟ أستخرج من النص ما يدعم إجابتي الإجابة لم يستطع حمزة أن يصمت مدة ربع ساعة وخسر الرهان القرائن الدالة على ذلك؟ لما بقيت دقيقة واحدة صاحت أخته في وجهه هل أصابك الخرس يا حمزة؟ ودون أن يتفطن إلى حيلتها قال انتظري حتى آخذ الجائزة ثم عظى إصبعه ثالثاً أبدي رأيي عاشراً اتفق أفراد العائلة على الخروج كل نهاية أسبوع على ما يدل هذا الاتفاق؟ الإجابة يدل اتفاق العائلة على الخروج كل نهاية أسبوع على استحسانهم جلسة السمر هذه واستمتاعهم بقضاء وقت ممتع معاً إحدى عشر ما هي حسب رأيك الفوائد التي تحصل لأفراد العائلة عند الخروج للترفيه عن النفس؟ الإجابة إن الترفيه عن النفس فرصة للقضاء على الملل واستعادة حب البذل والعطاء وخروج أفراد العائلة مع بعضهم يمتن العلاقات الأسرية ويبعث فيهم روح حب الحياة والوئام واحترام الآخر ترجمة نانسي قنقر